مرحبا مواليد برش الثورة كيف بدأت تكون نهاية الـ 2019 و بداية الـ 2020 قبل ما أبدأ بكل توقعات الأسبوع من 30 كانون الأول ديسمبر للاحد 5 كانون الثاني يناير 2020 خلينا أقلكن أنه كل توقعات الـ 2020 موجودة رح تلاقوها بالفيديو فوق حتى لينكس لحتى تتابعوا لقلكم في 2 فيديو مخصصين لقلكم كتير حلوين كتير ممتازين تستفيدوا مننن وبيعطوكن فكرة ممتازة عن السنة كيف بدأت تكون فخلونا نبلش مع هذا الأسبوع بداية مع يوم التنين يلي رح أفصله عن بقية الأيام التنين 30 كانون الأول ديسمبر لقلكم مواليد برش الثور بعتبره نهار جيد وبيعتبره نهار مثالي لحتى تشتغلوا فيه على أمور مهمة وصعبة لأنه الجو كأنه مضوع عليكم وعم يطلب منكم تكونوا واضحين بشغلكم وبيعملكم ما تنسوا أنه شمس دعمتكم لا خوف عليكم مواليد برش الثور صحيح أنتوا تحت الأضواء يمكن عم تشتغلوا وعم تردوا لكن الجو فيكن تنجحوا فيه حاولوا ما تنزعوا وحاولوا ما تتأخروا وحاولوا ما تغلطوا هناك انفراج ابتداء من ساعة 4 إلى 4 بعد الظهر بتوقيت العالمي توقيت جرينيتش يعني 6 إلى 4 توقيت بيروت بيوصل الأمر لبش الحود وبيستمر الجو الممتاز لألكم بيعطيكم فرصة وفسحة أمل ومرحلة من التوقيت الممتاز لحتى أنتوا تسجلوا انتصار لألكم قبل ما تنتهي سنة 2019 الفترة الممتازة هي من 6 إلى 4 المساء توقيت بيروت كل يوم الثلاثة 31 كانون الأول ديسمبر كمان الأمر بيروت الحود بتنهو السنة بطريقة كتير فرحة وكتير مرحلة تستقبلوا الـ 2020 بطريقة أيضا حلوة ومريحة جدا لما الأمر كمانا بيكون ببرش الحود وبيستمر ببرش الحود يلي بيحمل سعادة لألكم حتى الساعة 4 فجرا توقيت العالمي يوم الخميس 2 كانون الثاني يناير يعني كل فترة وجود الأمر ببرش الحود هي فترة بالنسبة لألكم سعيدة هي فترة بتساهم بتقدم مولو ببرش الثور بتسهيل أموركن وهناك نوع من تحية لألكم من قبل بعض الأشخاص يلي يمكن يكرموكن أجواء يبقى تبرا كتير حلوة وفعالة هيك بتكونوا نهايتوا 2019 بطريقة لبقة ممتازة وحلوة ومبسطة فيها وتبدأوا الألفين وعشرين بطريقة كمانة جيدة جدا هلأ الخميس بس لما يوصل أمور لبرش الحمل تدخله بمرحلة من الهدوء والركود يعني صحيح انطلقتوا بقوة بواحد كانون الثاني يناير لكن تاريخ اثنين تلاتة وأربعة يعني تحديدا خميس الجمعة والسبت حتى ستة وربع المساء توقيت بيروت هي فترة ركود وفترة تأخير وفترة انتظار تنطروا وباتكن تنطروا وهي فترة عم تعطيكن وقت ومهلة لحتى تفكروا لحتى تنطروا وتشوفوا كيف عم تتطور الأمور وبترجعوا تنطلقوا بقوة ساعة ستة وربع السبت المساء بتوقيت بيروت بيوصل الأمر لبرشكون تنقب الأمور رأسا على عقب لصالحكم وتبدأ عنده إذن فعليا ورسميا سنة 2020 وهذا الجو بكمل ممتاز وأكتر من ممتاز يوم الأحد خمسة كانون الثاني يناير مثل ما شايفين هو أسبوع بعتبره نشيط جدا يمكن فيه ثلاثة أيام هديين لكن كأنه الفلك والكون عم بيقلكون أوكي ارتاحوا معلش ما بيصير شيء إذا ارتحتوا إذا طولتوا بالكن لحتى يوصل أمر لبرشكون لتاخدوا نفس وتنطلقوا ببعض الحركة إذن معلش خذوا هيدا الأسبوع متل مغوي تبقى المواليد الأكثر تعبن 23-24 نيسان أبريل الأكثر حظا 26-27-28 نيسان أبريل 12-13 أيار مايو أسبوع مرتب أسبوع كتير حلو بدي أتمنى الجميع أسبوع جيد جدا ونهاية عام 2019 حلوة وبداية 2020 كمان أحلوة عام سعيد ينعاد عليكن باي باي ترجمة نانسي قنقر